مياو اهلا بكم يا صحابي انا القطابوسي النهاردة جاي احكي لكم الى حدودة كميلة كان يا مكان كان فيه ولد اسمه اسلام اسلام كل يوم وهو مروح من مدرسة يعدي من قطاب محل البيع الحيوانات يقف قدامه يتفرج على العصافير المدونة والقطة والكلال وكل يوم هو مروح يشوف المحلات حيوانات جديدة وفي يوم من الايام وهو راجع من المدرسة لقف المحل فران ملونة سأل الراجل صاحب المحل هي دي فران قال له دي اسمها هامستر قال له بكام قال له خد اتنين بتلاتين جنيه قال له ماشي طيب احطهم فين قال له عايز افص خد الافص بخمسين جنيه قال له يعني المجموع ثمانين جنيه قال له اه قال له ماشي تفضل روح اسلام بالفران فرحاء الفران ملونة واعد يوريها المامتو قال لها شوفي انا جبت ايه مامتو تخضت وقعته ايه ده انت جايبهم منين قال لها اشترتهم من محل الحيوانات قال له طيب عايز تربيهم يبقى لازم تحافظ عليهم وترعيهم تأكلهم وتشربهم وتعالجهم لو تعبوا قال له ماشي يا ماما قال له لو عطروك على المذاكرة قال له ما تخفيش مش هيعطروني وكمان هذاكر كويس واجيب نمر كويسة ماما قالت له اتفقنا اسلام فرح وعد يربي الفرين اللي اشتراهم وكل يوم يحط لهم اكلهم وشربهم لغاية ما فيهم لقى الفارة بتولد الفارة ولدت سبع فران اسلام فرح وعد يربيهم لغاية لما كبروا دلوقتي بقى عنده الفارين الاولانيين وكمان سبع فران يبقى كلهم كام ها عدوا معي اصحابي كلهم كام سبع زائد اتنين يبقى كام يبقى تسعة فجأة لقى فارة كمان منهم ولدت الفارة ولدت ستة المجموع دلوقتي بقى كام تسعة زائد ستة يساوي كام ايوا يساوي خمستاشر تاني يوم واحدة تانية ولدت خمسة المجموع بقى كام خمستاشر زائد خمسة يساوي عشرين بقى عشرين فارة تالت يوم واحدة ولدت سبعة المجموع بقى كام عشرين زائد سبعة بيساوي سبعة وعشرين فارة رابع يوم واحدة ولدت تمانية اللا 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 الموضوع بقى بيكبر قوي طيب يبقى كده العدد بقى كام سبعة وعشرين فار مبارح والنهار دا تمانية بقوا خمسة وثلاثين فار خمسة وثلاثين فار ملون في البيت بابا اسلام ومامته واخوه واخو احمد بقوا يمشوا في كل حتة يلاقوا فران الفران كدرت قوي والعدد كل يوم بيزيد تفتكروا اسلام يعمل ايه؟ اسلام يعمل ايه في الفران دي كلها؟ يباعها؟ ولا يرميها؟ ولا يهادي بيها اصحابه؟ ولا يعمل فيها ايه؟ مستني تعليقاتكم تحت الفيديو بعد ما تشتركوا معايا في القناة علشان نعرف اسلام يعمل ايه في الفران الكتير دي كلها؟ باي باي اصحابي واستنوني في حلقة جديدة باي باي مياو